افتتح الرئيس عبد الفتاح سيسي معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتقى رئيس خلال تفقده المعرض بمعظم العارضين واصحاب المشروعات من مختلف المحافظات واجه الرئيس بزيادة الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات ودراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصدرية في مختلف دول العالم ويعتبر معرض تراثنا من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية حيث يضم حوالي 500 عارض في هذا المجال لتحليل الأوفاء ينضم إلينا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ مصباح قطبة مستشار القسم الاقتصادي بالمصريون مرحبا حضرك وسلم مصباح يالا نصح ممكن أنا عايزة أبدأ منك من الناحية الشمولية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو فكرة أن يجوب المعرض العالم معرض تراثنا من المعارض المعروفة أنها تعرض التراث سواء كان مصري أو أي تراث لأي دولة عربية لماذا لا ينطلق المعرض ويصبح معرض تراثنا العربي؟ ونبدأ من وطننا العربي الغني والغزير بالحرف اليدوية والتراث العظيم والحضرات الكبيرة هو الفكرتين مش متعارضتين يعني أن يبقى فيه معرض وطني قوي ويبقى منفذ جيد للناس لتعرض شغلها ويتبين مواهبها ويشجع يعني أطراف مختلفة بما فيها سفارات وأجانب موجودين في مصر كمان غير المصريين أنهم يشوفوا شغلهم ويشتروا منه أو حتى يتحطي في منافس أخرى فلكن فكرة عمل المعرض للتراث العربي فكرة جيدة جدا وأنا أتمنى حتى يكون دوار يعني حتى يعقد سنة في مصر سنة في السعودية سنة في الإمارات سنة في سوريا سنة في المغرب ما فيش مشكلة لكنها فكرة جيدة أستاذ مصباحي يمكن أن لفت في النظر بالنسبة للمعرض هو زيارة الشيخ صالح كامل وتعظم الهتفات تحية مصر تعيش مصر ووجود أصلا سيدات من سيناء بيعرضوا منتجاتهم بشكل رائع أكثر من رائع تراث استنامي تراث عظيم ويمكن أبناء الشهداء وتحديدا شهداء وأزواج الشهداء لمسجد أروضة كانوا متواجدين في ذلك المعرض كيف قرأت هذا التواجد؟ واللي بعت نظر الحقيقة ومش بتدعي يعني يا رب الناس تصدقني مبايح جات الدعوات للمصر جيوم عشان الناس تروح أنا والله قلب حسن أنه رايز حيروح مع أنه ده مش معلن يعني للتصميم بتاع الدعوة قوي جدا بجد يعني مستوى كده قلت ده مستوى يليخ بحضور رئاسي فيعني الحضور رئيس النار ده كان حاجة جيدة ومفاجئة يعني طبعا أي شخصية عربية يعني تحضر ده حاجة تشرفنا وبنسعد بها كمصيين من الشيخ صالح أو غير الشيخ صالح يعني لكن اللي أنا عايز أقوله يعني بالنسبة لمشاركة أهالي سينة طبعا الحضور التراثي قوي جدا في سينة لكن اللي أنا بتمنى السيدة رئيس وجه النهار ده إلى مزيد من الدعم المالي أنا بقول مهم جدا مزيد من الدعم الفني من حسن الحظ للمتابع للتراث في مصر حصل تطور قوي جدا في التلاثة أربعة سنين اللي فاتوا مبعثوا الاهتمام بالتصميمات يعني مش حاول عزة فهمي بتضربوا ده تشكر أنها عاملة كده عاملة مدرسة التدريب إنما في جمعيات كبيرة جدا زي مثلا جمعية النداء بتاعة الدكتورة ربي حندوسة بيجيب مصممين مصريين حتى إن شاء الله عاشين في خارج أو حتى طليان أو أجانب عشان يضربوا الفتيات والرجال المصريين اللي بيشتغلوا في الحرف فحصل تطور قوي جدا بحيث أنه نوعية المنتجات والخيال الموجود فيها حقيقة يدعو للإعجاب طبعا أنا مهم كمان أنه هذا الدعم الفني والتدريب يعني يذهب إلى السينوية والناس في مطروح وربما في النوبة وفي أسوان لأنه ده حريفة كتير جدا في تجويد المنتج وإيجاد أسواقها اكترانة كمان اقترحت فكرة هي لم تنفذ يعني على طرف مختلفة يعني إن احنا نحط على مصر للطريون حيانا شفتها على الطريون التونسي نحط هذه المنتجات بدل ما بنعود يعني السجاي والكلام ده على الأقل مش حاول ده بدل ده لكن نعود معها المنتجات المصرية وظن أيضا أنها ستحضير اللي بقول على الطيارة نفسها وجوه على الطيارة يعني تبقى مبيعات العربية بتاعة السور الحور اللي بتماشي في الطيارة تاخد معها الحاجات دي لأنها برضو ممكن تبقى نافذة جيدة اشتركوا في القناة